وليه يا دكتور خالد؟ بكل تأكيد يعني حضرات لخصت في المقدمة كتير من القضايا الاجتماعية أو المدخل السيسيولوجي الفهمة فكرة المصيف أو سلوك الاستياف بشكل عام ملخصة إن تأمل وتحليل سلوك الاستياف عند المصريين ممكن نخرج منه بنتائج عامة على المجتمع المصري بأجمعه التغيرات اللي حصلت على سلوك الاستياف تعكس تغيرات كتير جدا حصلت على المجتمع المصري كلنا بشكل عام بشكل عام نقدر نقدر كعيلة نفهم باقي بزرط ممتاز التغيرات اللي حصلت على مناطق الاستياف توزيع الجغرافي لها تغيرات نخرج منها بنتائج تعكس لنا التأسيمة الطبقية في المجتمع المصري أو حجمها أو سلوكها الاجتماعي ونظرتها للآخرين شكلها عاملت ازاي ممتاز تأمل سلوك واحد ممكن يكشف لنا أبعاد اجتماعية أبعاد اقتصادية أبعاد ثقافية تفاهمنا جانب مظلم من حياة المصري ممتاز طيب أنا عايز أبدأ بحاجتين الحقيقة أسأل حاجتين حاجة تاريخية ورقم أنا ذكرته من شوية عايز أبدأ أنه المصريين زي ما كانوا مقررين أنهم ميروحوش المصايف لو بسافروا برا مصر ده يعني ده رقم واحد تاريخية ومع الحرب العالمية طبعا اضطروا بعد كده أنهم مش عارفين يسافروا فقعدوا في مصر الحاجة التانية وده في ذلك الوقت كل الكتابات اللي موجودة كانت تتحدث عن نخبة النخبة يعني كانوا بيسافروا تقريبا مطلقة لهم البكوات والبشوات يعني ما كانش المواطين العاديين بيسافروا أنا أذكرت في البداية أنه تقريبا وفقا لآخر الإحصائيات أنه ما يقرب من 40 مليون يعتاد على الاستياف سنويا وده رقم تقريبا يعني يقترب من 40% من تعداد شعب أولا الرقم ده نزبته عاملة إيه وتاريخيا يعني لماذا تحول المصيف من فكرة اللي تست فكرة نخبوية جدا يعني فكرة عامة بيعتقريبا بنتكلم فيه يعني قريبا نص الشعب بشكل عام السلوك الاستياف هو نوع من الترفيه وتجديد النشاط الفهم ده للسلوك غير معتاد على طبيعة المجتمع المصري أو المصريين في فترة تاريخية معينة لأنه مرتبط رقم واحد بمستوى المعيشة نمط المعيشة طريقة حياة معيشة الناس رقم اتنين بهيكل المهن اللي موجودة مفهوم أن فكرة الترفيه والاستمتاع عن قطاعات من السكان مرتبطة بتطور نظام اقتصادي مؤين مصاحب للرقسمالية المعيشة وأن في نظم اقتصادية سابقة ما كانش المعنى ده موجود هو الفكرة الفكرة أن النظام الرقسمالي عايز العمال بتوعه يجددوا نشاطهم عشان يرجعوا ينتجوا بقدر أكبر وبالتالي تنشأ فكرة الترفيه بأشكال متنوعة منها فكرة الأجهزات الصيفية أو